أهلا بكم من جديد نعود مشاهدين للشان السوري حول ممارسة قوات النظام انتهاكاتها لمناطق الهدنة حيث ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي أحمد رمضان مرحبا بك سيد أحمد في هذه النشرة لا تزال قوات النظام تمارس انتهاكاتها لمناطق الهدنة أو ما يسمى بالمحافظات الأربع دون أي مبالاة لاتفاق وقف إطلاق نار برأيك لماذا الصمت لا يزال يسود المجتمع الدولي حول أو حيال ذلك السلوك الغاشب يعني للأسف الشديد نحن في نهاية عام ميلادي جديد وبدع عام آخر سجل خلال العام الماضي على سبيل المثال سقوط أكثر من سبعة آلاف قتيل في المناطق السورية المختلفة معظمها بيد النظام والميليشيا الإيرانية هناك أكثر من مئة مجزرة تقريبا حصلت في تلك المناطق وبالتالي هناك انتهاكات متواصلة حقيقة ليس فقط في المناطق الخاصة بالهدنة أو المنطقة العازلة التي شهدت في الآوينة الأخيرة تصعيدا في عمليات القصف والاستهداف لكن هناك في عموم المناطق السورية عمليات استهداف متواصلة أضيف إليها طبعا السجل الأسود للنظام في قضية التعذيب وقضية الوفيات تحت التعذيب المشكلة تكون الآن أن الأمم المتحدة لم تعد لديها آليات للتصدي لهذا الموضوع بالنظر إلى نهاية فترة المبعوث الخاص وانتظار أيضا استلام مبعوث جديد بعد بضعة أيام وهذا المبعوث سوف يبدأ مشاوراته مع الأطراف المعنية إلى أن يقرر كيف سوف يتعاطى مع المسألة السورية بالتالي الأمم المتحدة تقريبا مشلولة أو صامتة حيال ذلك المنظمات الحقوقية تتابع هذا الملف لكن غير قادرة على التأثير الدول الرئيسية الآن في حالة مناكفة فيما يتعلق بالسيطرة على مناطق النفوذ الخاضعة بينما الضحية الأساسي هو المواطن السوري نعم سيد أحمد تعهدات من قبل الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة التعاون بشأن سوريا ومواجهة إيران كيف تقيم ذلك وإلى أين ستقول الأمور رغم الانسحاب الأمريكي من المدان السوري يعني لا شك أن القرار الأمريكي أحدث ارتباكا لدى كافة الأطراف ويعيد الآن قراءة المشهد بالنسبة لهم هناك هدف أساسي وضعته الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتصدي للنفوذ الإيراني وكافة الأطراف معنية بهذا الموضوع لذلك عندما تنسحب الآن القوة الأمريكية من الميدان لابد من إقرار آليات أخرى ومنها الآلية الجوية أي التصدي عبر الجو سواء بالقوة الصاروخية أو القوة العسكرية الطيران المباشر عندما يتم هذا الموضوع في ظل وجود روسي وهيمنة روسية على الجو لابد أن تكون هناك آلية تدخل أمريكية أو متابعة أمريكية لهذا الموضوع لكي يستطيع أن يتم في نهاية المطاب سواء بتوفر المعلومات الاستخبارية أو تمكن الطيران من الوصول إلى أهدافه وأعتقد أن الدور الأمريكي هنا يعتبر أساسيا في مسألة استمرار الهجمات ضد الأهداف الإيرانية ونحن شاهدنا هذا الموضوع في الآوين الأخيرة وأتوقع أنه سوف يزداد في عام 2019 نعم من خلال متابعتك برأيك ما الحلول الإيجابية التي من خلالها يمكن وضع حد للعدوان الإيراني في سوريا وأيضا مواجهة العمليات الإرهابية السافرة من قبل تنظيم داعش لا شك هذا سؤال مهم للغاية وأعتقد أن تجفيف المنابع هو أمر مهم جدا أولا لا بد من حضر للطيران الإيراني فوق الأجواء السورية لأنه هو الذي يقوم بنقل المعدات والذخائر والمرتزقة أيضا إلى داخل أراضي السورية ثانيا يجب منع أي عمليات تمويل لهذه الميليشيات في أي مكان في العالم أيضا تجفيف منابع هذه الميليشيات في مناطق التصدير بمعنى آخر هناك يصدرون الآن ميليشيات من أفغانستان من باكستان من دول أخرى هذه يجب ملاحقتها عبر الدول المعنية أي الدول المسؤولة عن مواطنيها كذلك لا بد من دعم المعارضة السورية لكي تتمكن من التصدي للنفوذ الإيراني الذي يتغلغ الآن في داخل أراضي السورية وهو يأخذ أبعاد مختلفة ليست عسكرية وأمنية فقط هناك ثقافية هناك اقتصادية هناك استغلال للوضع المعيشي للمواطنين ومحاولة تحويل هوياتهم المجتمعية وأرائهم والتأثير على أفكارهم كل هذه القضايا يجب التصدي لها عبر أدوات موجودة على الأرض والمعارضة السورية والشعب السوري هو الأقدر حقيقة على التصدي للنفوذ الإيراني الذي يهدد ليس فقط سوريا يهدد المنطقة العربية برمتها نعم من اسطنبول المحلل السياسي السيد أحمد رمضان شكرا جزيلا لك